السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنرى مع بعضياتنا واحد الملاقية ملاقية الدرس المشوك فهذا الملاقية هذي ستجي رائعة تابعوا معي الفيديو لكي نرى الطريقة العمل على التوب كيف ستكون فأول حاجة سنرى نتبت الخيط ونضرب ضربه في التوب ونرجع لغريزة اللي تكونات عندي فسنلو الخيط ثلاثة اللويات وغدي نطلع الابرق بها الطريقة هذي بشي تكون عندي الدرس ديال الواحد بها الطريقة هذي وغدي نرجع في نفس الغرزاق وغدي نكون هذي الشكل هذة والآن غدي نرجع للتوب وغدي نضرب هذي الدريبة هذي وغدي نرجع كذلك بها الطريقة هذي واحد جوج ثلاثة دائما تلوي هنا ثلاثة تلويات واستعملت هنا الخيط غرع لثلاثة شعرات فلأن هذي ملاقية يعني الدرس هو اللي تيبغي يكون على على أربعة شعرات فنخدم يعني غير بثلاثة شعرات بانتلية مناسبة والآن غدي نكملوا هذي الدريس هذي الواحد حتى نوصلوه يعني لنهائي يعني انتو ما غدي يكون عندكم طول شوفوا وش غدي نتخدموها يعني في نصف طوق او غدي نتخدموها في الجلابة من الفوق احتل تحت فكل وحدة يعني تشوف الحاجة اللي مناسبة ليها فأنا الآن غدي نخدم يعني تلوي الخيط دائما ثلاثة تلويات ونرجع الغرزق اللي تكونات عندي والآن يعني نخدم على التوب بها الطريقة هذي وغدي نستمرو هنا أنا غدي نخدم بجوجة الألوان يعني غنخدم بهدل لون هذا وغدي نخدم بلون آخر باش تباليكم يعني الخدماء كيفاش غدا تكون فما الأفضل هذي النوع دي العمل نخدموه يعني بجوجة الألوان اكتبالي أنا مناسبة جوجة الألوان باش نقدروا يعني نميزو ومبيناتهم وفي نفس الوقت تطلع الخدماء يعني نتقونا من البداية ديالها فالآن احنا كملنا هذي السطر وغدي نبداو سطر جديد كما قدت لكم خدينا لون آخر فالآن لاحظوا معي جيدا غدي نرجع لهاد الغرزق اللولة اللي عندي هي اللي غدي ندخل فيها الإبرق وغدي نخدم بهدل لون هذا هنا كما قدت لكم الخيط نبروم على ثلاثة شعرات فغدي نجر الخيط ديالي مزيان ونتبتوه وغدي نرجع الخيط في هذي المكان هذا أنا سبق لي وضعت هذ الخدمة هذي ووضعتها في الدرس دي الدرس يعني الحاشية ديال الأكمام هذيك الحاشية ديالكم هي اللي خدمت فيها وحد نوع من الدرس فغدي نخلي لكم رابط ديال الفيديو اللي وضعت فيها هذ الدرس هذا الدرس المشوك في جناب ديالكم غدي نخلي لكم رابط غتلقوه في صندوق الوصف أسفل الفيديو يعني غترجعوا أسفل الفيديو في صندوق الوصف غادي نضغطو على الرابط غادي ديكم مباشرة الفيديو شاهدوه يعني وشوفو هاد درس هدا كيفاش غادي يكون المهم فغادي نكمل هنالخدمة ودائما ركزوا معاي لان هاد العمل هاد خاصو يكون يعني مزير يعني حاولو انكم تزيروا الخدمة مزيان والضربات يكون قراب باش يجين هاد درس واقف ومشوك يعني هاد الاساس دياله وانه تيجي واقف يعني الملمس دياله تيكون خشن يعني فاش تنديروا الاسبوع دياله تلقاوا الملمس خشن فالان غادي نرجع دائما المبين هاد درس وهاد درس وتندخل الابرة ديالي وترجع بهالطريقة ونجر الخيط ونحاول انني نزير هاد الخيط بهالطريقة ورجع بالابرة هاد المكان ونلوي الخيط لسات اللويات هنا ممكن تستعملوا الخيط على 4 شعرات يعني مشي اشكال شوفو انتم اللي يبال لكم مناسب فاخدمنا هنا هاد ريسات وغاد نرجع نكمل هاد هادي هنا مشاولية بعض المقاطع يعني في التصوير مشاولية بعض المقاطع هاد شي علاج ما مجيش هاد شي يعني متناسق ولكن نكملوا الخدمة المهم يعني كنظن ان الشكل واضح يعني غير هاد درس ديال الواحد هو اللي غادي نستمروا به حتى نكملوا حتى نوصلوا لاخر فهنا من درس بسيط حولنا هاد درس يعني الملاقية اللي ممكن لقيوا بها الجلابة خصوصا هاد جلال بديو البرد او كذلك جلال بديو الصيف فجلال بديو البرد اللي تكون توب ديالهم غليد فأيجي معاهم يعني هاد النوع من الملاقية هاد ملاقية خفيفة و كذلك جلال بديو الصيف حتى ههم ا هاد ملاقية هاد Lad فالان هnis كملنا بهذا اللون وقدך رجعهم ولو هاد اللونLIE خدمنا تكون بالأول هنا ممكن تستعملو ثلاثة الالوان يعني مثلا عوض فشآنا هنا هادنخدم بهذا اللون، هاده ثلاثة اللون حتى غ ماج gettin وokolshe فانتُما هنا تستعملو لون اخر يعني تتدخلوا ثلاثة اللوان مع بعضياتهم فحتى هو ما غايجي ورائعين ومزيانين غير هو الواحد يحاول انه يختار الوان لتكون متناسقة مع بعضياته يعني ضروري التناسق في الالوان فاللون هو اللي صراحة تيعطي الجلابة او اي حاجة يعني خدمناها في الحويج تيعطيها الجمالية ديالها اللون مهم وقد تكون الخدمة زوينة لما عرفتش كيفاش تختار الالوان تقدر يعني تخرج لك الخدمة بخيبة يعني صراحة مزويناش فاتش علاش الواحد ديما فاش يبغي يخدم شي حاجة يعني حاول انه يدير بحث يعني مثلا تبحته في جوجل تبحته في يعني مهم انسان كل واحد غاد يعرف الطريقة المناسبة لي في البحث فديما الواحد قبل ما يخيط اي جلابك سواء بالراندا سواء بالعمارة سواء بالكروشي باي طريقة اخدمتوها فاللي مهم انكم تبحتو يعني الواحد يبحت مزيان في الاول كيفاش يعني الالوان تناسق ديالهم فهد شي مهم انا تبالي ان التناسق ديالالوان مهم بزاف وما فيها بس الواحد يسول يعني تقدر يقع تمشيل عند شي خياط سوليه ماشي مشكل فالخياط يكون عنده خبرة اكتر فهنا انا غد نكمل هاد السطرة التالت وهنا اللي بغد توضع غير جوجل الاسطور توضع غير جوجل الاسطور يعني مشي اشكال انا هنا بغيت نوضع ثلاثة باش نجيني الملاقية شوية كبيرة وكذلك حتى انتم ما تشوفوا الملاقية يعني هنا كبيرة او صغيرة يعني كل واحدة تختار الملاقية اللي عجباتها يعني فتقدروا ترجعوا يعني لصندوق الوصف غادي نتلقاوا الرابط ديال الفيديو اللي في هاد الخدمة هادي كيفاش حتخدمتها في الاكمام او في القب يعني تقدروا تخدموا في الاكمام في القب فكل شي زوين وكل شي مزيان هنا غادي نكملوا هاد ريس ديالنا ديال الواحد حتى نوصلوا للنهاية وطبيعة الحال نفس الخدمة غادي نخدموها في الجيهة المقابلة الان من بعد ما كملنا هاد الجيهة والجيهة المقابلة كيفاش غادي نلاقيو هاد جويه مع بعضياتهم هنا كينين بزاف ديال الطرق اللي ممكن نلاقيو بيوم هاد الجوانب هادو مع بعضياتهم فانا اختارت لكم واحد طريقة كنتمنى انها تنال اعجاب ديالكم فكل وحدة تخدم بالطريقة اللي عجباتها انا هنا غادي نستعمل العقيق بانت لي يعني انا العقيق غادي اعطيها وحد يعني وحد جمالية وكذلك غادي خليها تخرج يعني من تقليدي ديالها وتبان بوحد الشكل الرائع فانا الان تنخدم غير فوق من الدرس يعني احنا عادة فاش خدمنا هاد الدرس لمشوك كنت نضربو في الجنب اما الان غادي نضربو في الدرسة يعني في الراس ديالها فاذاك الراس هو اللي غادي نقوا نخدموه بيه فالان انا نتبط العقيقه في هاد الجانب او في هاد الجانب وغادي نرجع لهاد الدرسة اللي عندي ولاحظوا معايا جيدا كيفاش غادي نتبط هاد الخيط هاده فغلوي الخيط بهالطاريق هاده غرزة عادية غير هو غادي نديروها كبيرا لاحظوا معايا الحجم ديال هاد الخيط خسو يكون نفس الحجم ديال العقيقه اللي عندي باش منخرجوش على يعني باش منخليوش يجينا واحد ديكالاج او واحد يعني يجينا متفاوته يجيها كبر من جيه فخس داروري هاد الحجم ديال هاد الخيط يكون متناسب مع الحجم ديال العقيقه اللي احنا ركبنا انا هنا مثلا استعملت هاد العقيقه كبيرا شوية ولكن انتو ما تقدروا تستعملوا غير عقيقه صغيره فانتو ما تخدموا على حساب النوع ديال العقيق اللي بغيتو الان انا من بعد ما عمرتها انا عمرتها غير بهالطاريقه يعني تقدروا تعمروها بطاريقه اخرى فالان غدا رجع لها الدرسة هاد الراس ديالها لاحظوا معي انني انا الان تنخدم في الراس ديال الدرسة فغدا رجع ودخل الابرة ونجر هاد الخيط يعني نحاول اني نزير الخيط مزيان باش ما تجينيش لخدمت فاوتة كما قلت لكم فالان من بعد ما دربت في هاد درسة غندرف الدرسة المقابلة ديالها في الجهة الاخرى يعني غدا رجعوا هاد الجهة السفلية هي اللي غدا ركب فيها الخيط وغاد نحاول كيما انا قدت لكم نحافظ على المسافة يعني المسافة قاد ستكون نفس المسافة لان خدمت بها في الاول کراد نكمل فهنا العدد ديلها تلويات هدولي غاد نلويهم انا على الخير فهو كيما انا قدت لكم على حساب الحجم ديل الخير من الافضل انكم تستعملوا نفس العدد يعني مثلا استعملتوا 5 قد قد وغادين بخمسة د Ever since will seem to be 4 أو 3 أو 4 فكل واحدة ستخدم على حساب الحجم ديال العقيقة كما قلت لكم ستخدموا على حساب الحجم ديال العقيقة اللي عندكم يعني مثلا انا استعملت هاد النوع فممكن سيدة اخرى تستعمل نوع اخر ممكن تستعمل جوهر اللي يكون في الخير فحتى هو كيكون صراحة يكون جودة دياله اعلى من هاد العقيقة اللي انا استعملت واحتى الثامان دياله تأورت يكون غلا من هادا هاد غير العقيقة دياله هادا تيتباع العبار هاد اللي استعملت انا هادا تيتباع غير العبار يعني كتمشيل عنده كل واحد بعدك يفاش كيعبر هما ما ديرينش عبار واحد كيلي تيبيع معلقة كيلي تيبيع ديك القفالة كل واحد باش كيعبر فانتوما غادين تشوفوه هو باش تيعبر وغاد يعبر ليكم الثامان كيلي تيبيع مثلا خمسة دراهم ثلاثة دراهم كل واحد شحال كيبيع اما هاداك العقيقة اللي تيتباع في الخيط فهو صراحة تيكون الجودة دياله اعلى وافضل وحتى التامان دياله تيكون تاوا اعلى فمو يبكون لها واحد باش حال كيبيعاد شي فهو مرا ما عنده مش تامان واحد دا دول مشكيل فهنا مثلا كيما قدت لكم رجعت وضربت في هاد الدرسة اللي كينا هنا وفي الدرسة المقابلة ديالها هنا غير باش نتبت هاد الخيط والان غاد ارجع نخدم عليه هاد اللويات هادو فاغير غادين تنلوي وتنخدموه هنا ما ننساش اهم حاجة هاد يعني ما بين هاد العقيقة اللولة والعقيقة الثانية قدرت جوج ديال الخيوط اللي خدمت بيهم ياك فانتو ما غادين تقدروا تستعملوا جوج تقدروا تستعملوا ثلاثة ربعة خمسة يعني انتو مخوضوا العدد المناسب ليكم يعني مثلا اللي غاد تخدمها في الجلابه من الفوق حتى اللي تحت فتقدر تستخدم يعني خمسة يعني مثلا خمسة الخيوط عادة تركب العقيقة ثلاثة حتى هو عدد مناسب انا هنا عندي المسافة غير صغيرة فاتشي عاش قلت من الافضل نخدم جوجة الخيوط عقيقة جوجة الخيوط عقيقة حتى نوصل للنهاية فانتو ما كل واحدة بطابعة الحال غاد تستخدم علي حساب البشية خدمات يعني كل واحد طابعة حال و التكاليف ديال الخدمة بشحال غاد تقام عليه فاااااااااااا استخدموا الحاجة اللي عجباتكم اللي بانت لكم مناسبة انا دائما نعطي حرية الاختيار في الخدمة يعني ما كيلاش نعقده الأمور كل وحده تخدم بطريقة اللي عجباتها فالان نكملو هاد جوز الخيوط اللي احنا خدمناهم وغادي نرجع لهاد درسة هادي وغادي نركب فيها الخيط يعني نتبط الخيط ديالي مزيان والان شنو غادي ندير فغادي نجي ونركب العقيقة ديالي طبيح الحال نفس النوع ديال العقيق فغادي نستمر وغادي نتبط العقيقة في الجهة الاخرى يعني الجهة المقابلة ديالي فبهذا الشكل هادا نتبطوا هاد العقيقة هادي جيدا يعني نحاولوا نتبطوها مزيان هنا را كينين طرق اخرى باش نلاقيوا هاد الدرس اللي نشوك مع بعضياته انا بانت لي هاد طريقة مزيانة لان انا بغيت نستخدم العقيق تقدروا تلاقيهم لما تركبوا العقيق يعني كله وحده تاخد طريقة اللي عجباتها يعني مثلا تقدروا تضربوا فها الدرسة وفها الدرسة وتلاقيوهم عادي بلا ما تديروا العقيق بلا ما تديروا هاد خدمة هادي هاد الشي لا بغيتوها تخرج ليكم يعني خدمة رقيقة بزاف وكذلك ممكن تنقصوا الحجم ديلا هادا هادا كل اسطور اللي احنا خدمت فيهم الدرس المشوك تقدروا انكم تنقصوا تديروا غرجوا اسطورة باراك عليكم وثلاثة اربعة يعني كله وحده كما قلت ليكم تخدم بالاسلوب لباليه رائع ومناسب كنتمنا ان هاد الفيديو هادا ينالاعجاب ديالكم ومتنسوش كما قلت ليكم الدرس ديال درس المشوك اللي درت في الاكمام وفي القب فغادين تلقاوه في صندوق الوصف غادين تلقاو رابط فيديو خاص بالدرس المشوك في الحاشية ديالاكمام وفي الحاشية ديالالقب هترجعوا للصندوق الوصف غدينتلقاوا الرابط دي الفيديو غير دغطوا عليه غير ديكم مباشرة الفيديو كنتمنى ان هاد الشكل هدينا الاعجاب ديالكم متنسوش الضغط على زر الاعجاب ومشاركة الفيديو واللي اول مرة كتشوف القناة فما تنساش الاشتراك في القناة وشكرا على المتابعة